تمام كده بدأي سابقا فكانت المسألة معا المرة اللي فاتة المسألة دي كان عايز يغطيها باستخدام سيلنديركالشيل ويس بيم فكنت قلت لك عشان نصمم السيلنديركالشيل فيه شوية خطوات بنمشي عليه اول خطوة كونكريت دايمينشن والليه اوت وكننا اتكلمنا المرة اللي فاتت ازاي نحسب كونكريت دايمينشن وازاي نرسم الليه اوت وطلعنا من الخطوة دي ان السيلنديركال بتاعتنا بالشكل دا بجميع الكونكريت دايمينشن اللي عليها كنا حسابنا الا وحسابنا الفاي وحسابنا البي والبي كابيتل والتي اس واحد والتي اس اتنين والبي نوت وحسابنا الاتش والاس والدي كل دا حسابنا الخطوة الثانية حساب الأحمال كنا حسابنا الأحمال للبيم اكشن وصممنا البيم اكشن الخطوة الثالثة سترينينج اكشن للبيم اكشن الخطوة الرابعة لحد هنا وكمان ديزاين الشير لحد ديزاين الشير كله انت بتصمم بيم اكشن يعني بتصمم الاتجاه القصير بتاع الارض يعني اللزبان بتاعك هو الواحد وعشرين متر وعشان الارض هي بكة واحدة فكان السيلنديركال بتاعتنا سيمبل يعني مرتجزة من الناحية ده على ديفرام ومن الناحية التانية على ديفرام وكنا لحد هنا خلصنا تزاين البيم اكشن الخطوة الستة بقى دي برضو سبع البيم اكشن بنعمل حاجة اسمات شيك باكلين يعني ايه شيك باكلين نتيجة ان الشكل اللي قدامك ده سيلنديركال كده وعليه ضغط من المومنت يعني لو رسمنا الستاتيكال سيستم بتاع القامرة دي او بتاع البيم اكشن كان عبارة عن سيمبل بيم كده وكان عليه عزم العزم ده بيشد تحت ويضغط فوق يعني لو رسمته على السيكشن هيبقى عامل كده بيشد تحت ويضغط فوق نتيجة الضغط اللي فوق ده ممكن السيلنديركال دي تلب منك لتحت والفوق توقع كده اقوض كده ورقة واضغط عليها من اللجناب هتلاقي عايزة تقوض يحصل لها باكلين فانت بتتشكي على الباكلين كده ان هو ما يحصل الشيك بغلق جدا يسميه الشيك ستريس يعني هو احنا بنعمل حاجة اسمها الشيك ستريس على القبر فلانت زي ما يسوغل كمان شوية بتأكد ان الاجهاد الضغط اللي الخرصانة بتقدر تطيله فوق بيساوي او اقل من قاتف اكبر من الاجهاد الضغط اللي واقع عليها من المومنت ده بتأكد ان كده التحمل الخرصانة فوق في الضغط اكبر من الاجهاد الضغط اللي واقع عليها من المومنت الخارج بس ده اللي هنعمله اللي واقع عليها الشيك بغلق الخطوة السابعة هنعمل ديزايل للقرش اكشن كنت قلت لك المرة اللي فاتت ان السيلنديركال شل اللي لو هترسها بترسها في الاتجاه الطويل للارض كده وفي الاتجاه التاني السيلنديركال بتمشي بعملة كده ده كده شكل السيلنديركال في الاتجاه القصير ده بنتسمي الاتجاه ده البيم اكشن ده البيم اكشن ونتيجة اتصال الحلقات دي مع بعض بيتكون شوية عزوم في اتجاه اسمه القرش اكشن اللي هو في اتجاه القرش موازن القرش فاحنا صممنا المرة اللي فاتت البيم اكشن ده النهارده في الخطوة رقم سبعة هصمم لك شوية العزوم الناتجة من القرش اكشن ونشوف كميتهم بكام ونصمموهم ازاي الخطوة التامنة حساب حاجة اسمها الاريا اس ديوتو دايفرام رجيزي والخطوة التاسعة رينفورس من ديتيل احنا كنا السيكشن اللي فات خلصنا لحد الخطوة رقم خمسة النهارده هنتكلم عن خطوة رقم ستة وسبعة وثمانية وتسعة الخطوة الستة اسمها او زي ما قلت لك انا بسميها يعني بعمل اتشك على الاسترس او على الاجهاد اللي ناحية الضغط فتأكد ان الاجهاد اللي الخرصانة بتقدر تشيله في الضغط اكبر من الاجهاد الواقع عليها من المومنت الخارج فيبقى انا شواندس اللي تشيك باكلنج بعمل اتشك بان الجزء اللي السوي ده مش هحصله مبعاك وانا فحوله في الاخر ان بعمل اتشك ان لو ده القطاع اللي عندي وعليه مومنت زي ده والقطاع ده كله على وقت وكده لنيوترالاكس ده القطاع ده لنيوترالاكس ده ده ما كانوا فين ان شاء الله هنعرف كمان شوية يعني بيبقى ده من تحت ايه الواي ده يا بشواندس البعد من نيوترالاكس لحد الحتة المضغوطة من الشكل يعني لو العزم تقلب العزم بتاعك لو كان ساهمه تحت ودوله الفوق كان هتبقى الواي الحتة اللي تحت هي بتفرق في المسألة او بتفرق ودي فكرة امتحانة على فكرة كان جايب لك السيلنديركل فكسد فري يعني حط الارض ديفرام واحد بس كان بيغط حط الارض صغيرة خمسة متر او قال لحاجة فكان عمل ديفرام واحد في حطة احد فلو هي فكسد فري هيبقى المومنت كله فوق يعني ديه السامل فوق وراث السامل تحت فالواي تتحسب العكس يبقى الواي تعرفها ايه المسافة من نيوترالاكس لحد الفلانجة المضغوطة والله المضغوطة الفلانجة المضغوطة هي تكون تحت يا فوق على حسب اتجاه العزل طب احنا عايزين نعمل ايه بقى عايزين نتأكد ان الـ F C اللي ايه بتساوي خمسة وسبعين في المية من الاجهاد اللي واقع على الخرصانة من المومنت الخارج شمعنا خمسة وعين من مية لان الشكل بتاعك سيلينديريكال شبه ده مش مستطيل فلقينا ان الشكل السيلينديريكال الـ F C بتاعته بتساوي تقريبا خمسة وسبعين في المية من الـ F C العادية بتاعت المستطيل يبقى انا هكتب الـ F C العادية بتاعت المستطيل ومجاة ضربها بخمسة وعين من مية مفروض ده ان الكلام ده يبقى يعمل ازاي بقى يعني اول نواسفة ولا انصف ازاي لازم الكلام ده باش مهاندس يبقى اقل من او بيساوي الف قال له يبقى انت مهمتك بكل بساطة بساطة تعمل ايه تحسب الـ F C هنحسبها كمان شوية نضربها في خمسة وسبعين من مية نجيب الـ F C اقارن الـ F C بالـ F اللابل بتاعت الباكلينج والـ F اللابل باكلينج ده قانون وعلى فكرة القانون دهو جيه M C Q سترى للهبات يعني ممكن الـ M C Q يجيه لك في هاي القانون عادي كان بيقولك اللابل باكلينج بيساوي وكتكاتبة دكتورة نسرين اربع قوانين منهم القانون الصح انت اختارت فانت كل مهمتك يا رئيس انك هتحسب حاجتين اول حاجة هنحسب الـ F C الاجهاد الفعلي اتفقنا الـ F C في ساوي 75% من الـ F C من اجهاد الضغط الواقع على الشكل لنتيجة المومنت الخارجي طب اي اجهاد ضغط او اي اجهاد عموما الناتج من عزم كان بيساوي ايه قالك اي اجهاد الناتج من عزم كان بيساوي M في Y على R او M على I في R المومنت هو المومنت الخارجي الناتج من الـ Beam Action انا قلتلك ان الشيك باكليند خطوة من ضمن خطوات الـ Beam Action فاحنا المرة اللي فاتت صممنا الـ Beam Action على مومنت هنروح نجي من المومنت ده ونعوض بيه على الاجهاد ده يبقى المومنت ده با شواندل تتعلمهم اكشن الـ Y هي المسافة من Neutral X لحد الفلانجة المضغوطة بقررها تاني اهو لان ممكن العزم يجي مقلوب يجي الضغط تحت في ساعتها الـ Y تبقى العكس على الـ I بتاع الـ Neutral X يعني الـ I الإنيرتيا بتاعة الشكل كله حوالين الـ Neutral X يعني ساعتك عشان تحسب الـ F محتاج الـ Y ومحتاج الـ I Neutral X دول بقى لوحدهم موضوع هنقض في سلايدين جايين أعلمك ازاي بنحسب الـ Y والـ I Neutral X لشكل شبه ده شكل غريب كده طب بعد ما حسبت الـ F-C اللي هي ناتجة من المومنت اللي جاي من الـ Beam Action اللي كان بـ 1950 أعمل ايه بعد كده أقارن يا باشوان الـ F-C Actual بالإجهاز المسموح بيه اللي هو الـ F-E-Lable بي كان بقى الـ F-E-Lable ده زي ما قلتها القانون ده G-M-C-Q الساعة اللي فات F-E-Lable Buckling بيساوي 6.5 على 1 زائد الـ A اللي هو نصف قطر على 200 T-S-1 قانون يا ابن حفظ هتقارن ده والله يتلعها safe كان بها تلعها on safe هقولك نعمل ايه يبقى لو F-C Actual أقل من F-Lable Buckling يبقى سيف طب لو on safe هقولك في أجر المسألة بنعمل ايه طب يا شوان عشان نعمل لتشيك زي ما انت تاخد بالك المفروض ان احنا نحسب Y والI Neutral X للشكل العجيب طب هنحسب كيف تعالنا بقى علمك ازاي يحسب Y والI حوالين Neutral X لشكل عامل كده مبدئيا المسألة بتاعتنا ايه عشان نحسب Y والI Neutral X هاخد حتة من المسألة بك يا واحد عرضها بيه يعني هاخد الحتة دي اللي هتعملت عندك باللق أحمر دي هاخد الجزء ده من المسألة واحسب له Y والI Neutral X تركز معا في اللي جاي ده الحتة اللي انا هاخد ها دي هتلاقي عبارة عن ايه عبارة عن كيرف كده بنسمي الكيرف ده سيكتور يبقى الكيرف ده باس مه هاندس اسمه سيكتور وعبارة عن حتة كاميرا كده نص كاميرا ونص كاميرا بنسمي الكاميرات دي بيم يبقى الشكل بتاع ساعات عبارة عن نص كاميرا ونص كاميرا يعني كاميرا كاملة وسيكتور بالكام ساعدة بقى علمك ازاي نجيب الشكل زي ده Y و I حوالي Neutral S فانا هتكلم عن كل جزء الواحد يعني هتكلم عن الكاميرا الواحد ده ازاي نحسيب لها I وازاي نحسيب لها Y بتاع هتكلم على السكتور الواحد وبعد كده هجيب لك الشكل كل على بعض اتنين مع بعض كده تعال يا باشوهندس شوف بنعملها ازاي حد عندي اي سؤال تعال اول حاجة نتكلم على B اللي هقلمك ازاي نجيب I وال Y لو طلعت من السلائد دي فاهمها هنعوض بعد السلائد دي بأرقام اني خلصنا اول حاجة وده اصعب حاجة في السكتور اللي جاي بقى كان هنعوض 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 لو عايز تحسب البروبرد بتاع السكتشن اللي هي Y و Y Neutral X عندنا ثلاث أشكال عايز ستعلم لهم ازاي يحسب Y و I Neutral X أول حاجة لنتبقى كاميرا بس هل مسألة بتاعت دي كاميرا بس كده مستحيل طبعا السلينديريكل يا إما سكتور بس يا إما سكتور و كاميرات يعني يا إما تكون سلينديريكل بس يا إما سلينديريكل و سلينديريكل ف هذا لكاميرا بتاعتنا إحنا عايزين نجيب إيه I حوالي Neutral X طب ما ده Neutral X ده Neutral X هوا عندك مستطيع عايز تحسب له I بتاعت I X بتتاوي إيه قالك I Neutral X بتتاوي B O بيدي تكعيب على 12 لأ خانونة عارف طب لو قلت لك يا شوان إن الضغط عندك أو العزم اللي عندك بيشد تحت ويضغط فوق يبقى فين Y يبقى الحتة دي Y كان بقى Y نص D الدلتا دي اللي هي Y بتتاوي نص D كده عارفت عمك الضغط هالدي شكرا كده خد لص كاميرا عارفت جاب لها Y Neutral X وعرفت يجيب عمك الضغط سؤال لو ساعدتك عندك محور ركض في الحتة اللي جاية دي لو ساعدتك عندك محور بيمر فوق هنا كده عند الكامير وسميت لك المحور ده أو اللي هو بيمر فوق ده وعايز أجيب الإنيرشيا حوالين المحور ده يعني عايز أجيب I حوالين O وانا بنعمل ايه لو عندنا مستطيل وعايزين نجيب الانيرشيا اللي فوق ده اللي عند محور فوق كبتساوي الإنيرشيا بتاعت المفتطيل البي أو في دي تكعيب على الاثناشر زائد المساحة أو ناقص المساحة في مربع الباس زائد قاسف المساحة في مربع الباس يعني لو عايز تجيب I حوالين محور O كبتساوي I حوالين نيوترون X اجمع عليها الاريا في مربع الباس خليكي مش معاها بس واحد واحد يبقى انت لو عايز تجيب الإنيرشيا حوالين محور ما بيمرش بالسنتر لاين بتاع الشكل بتجيب الأول الإنيرشيا بتاع السنتر لاين بتاع الشكل وتنقل الإنيرشيا دي للمحور اللي فوق بإنك تقول الإنيرشيا زائد المساحة في مربع البعد ما بين السنتر لاين وما بين السنتر لاين اللي انت عايز أو محور اللي انت عايز طب بالله عليك لو ساعدتك مش شرطة يكون على حفظ صح نعم مش شرطة يكون على حفظ على حفظ القطاع يعني في أي حاجة بقى في أي مسافة يعني لو هنا عند القطاع هجيب الدلتة بتاعك أهم حاجة الدلتة دي المسافة من يوتر الأكس لحد النص أو لحد السنتر لاين اللي انت هتفرض اشمع لو فرصت وكده هتعرف كمان دقيقة تمام لا تمام طيب بركز بماعي في الحتة اللي جاي بعدش طب لو انا قلت لك هاش واندس ان انا هعرف احسب اي حوالين او يرقم في شكل تاني يعني وعايز تجيب اي حوالين نيوترال اكس تعرف تعملها يعني معايا الاي او بس مش عارف الاي بتاع نيوترال اكس بكاد تاني عارف تعمل اي اه هتقول الاي نيوترال اكس بيساوي الاي حوالين محور او ناقص الاريا في المربع البقى القانون بالعكس فنقول لك ان لو انا عايز الانيرشي حوالين محور او حوالين نيوترال اكس وانا معايا الانيرشي حوالين محور او يبقى القانون بتاعه هو القانون ده اي او ناقص الاريا في مربع البقى الاريا بتاعتك اللي هي متاحت الشكل البي او بالدي وعلى فكرة لو عوضت عن الاريا دي هنا كده وعوضت عن الاي نيوترال اكس بكامتها دي هيطلع لك في القطاع المستثيل فقط لو انت عندك نيوترال اكس او لو عندك قاسف محور بيمر فوق او تحت بالمستثيل الاي بتاعت المحور ده بيبي او في ادي تاكعيم على الثلاثة والقانون ده مش جديد عليك خدناها قبل كده في بريسترس يبقى الخلاصة يا باشوانت ان لو عندك طاع مستثيل الانيرشي حوالين نيوترال اكس بي او في الدي تاكعيب على الاثناشر وعمق الضغط هي الدلتة دي طب لو انا حبيت افرد محور فوق اسم او اعرف تجيب الاي بتاعته او بي او دي تاكعيب على الثلاثة طب لو انا معايا قيمة الانيرشي حوالين محور او ومش معايا حوالين نيوترال اكس اجيب ازاي نيوترال اكس بالقانون اللي تحت يعني القانون اللي تحت ده بيجيب لك الانيرشي حوالين نيوترال اكس لاي شكل في حال انت عندك الاي حوالين سنتر انت عارفه اطرح منه الاريا بتاعت الشكل ده في مربع البعد بين السنتر اللي انت عارفه وبين نيوترال اكس والقانون ده مهم مقوي هيفيدنا كمان صحبت يا جماعة هندازة يعني انا ملوش لازمة صح لا ملوش لازمة انا بستنتج لك بس انت هنا انا عارفت اجيب اصلا الاي او بي او في الديترال ثلاثة اجيبتها اصلا ومعاين الاي نترال اكس برضو بي او في الديترال انا بستنتج لك القانون ده عشان ان القانون بتاعك لو انت عايز الانيرسيا حوالين الاي شكل بيساوي الاي حوالين محور انت عارفه واترح منها الاريا بتاعت الشكل ده في مربع المساب من المحور اللي انت عارفه والنيوترال اكس تقيم كده طب تعال يا باشواندس نجيب الخصائص اللي والاي لو انت عندك السكتور لو انت عندك شكل على فكرة السكتور ده هو سيلنديرك الوزاو بيم يعني بيم لسه ممكن في الامتحان السيلنديرك اللي تجيلها سيكون وزاو بيم فانت هيبقى حالك زي ما حل تلوقتي لو ده السكتور بتاعنا ودي الابعاد اللي انا عارفها الف والبي والتي اس واحد والبي لو فتحت صفح التمانية في المانوال هتلاقي ان الشكل ده مرسوم قدائك هو هو ونزود عليه محور تحت كده اسم او 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 وعامل لك ده نيوترال اكس بتاعك يعني الشكل بتاعك ده نيوترال اكس بتاعه بتاع السكتور وده اسم او لو صفحة تمانية هتلاقي جاتب لك ان المسافة ما بين المحور او وما بين نيوترال اكس المسافة ده ايه بسميها اس بين المحور او وما بين نيوترال اكس هو انت عايز ايه من الشكل ده بشو انت رقم واحد عايز الواي طب بص قبل ما اكتب لك اي حاج لو قلت لك ان الضغط هنا فوق والشد تحت تبقى الواي فين شيمن الواي هي المسافة من النيوترال اكس لحد الفلانجة المضغوطة يعني ده الواي طب بمجرد النظر كده الواي ده هي بتساوي ايه اف ناقص اي اس يعني الواي لو عربت الاس بكام الاس بكام هل انتجبتها بالكده في الكون دايمنش لو عربت الاس بكام هاجبلك الواي كلام جميل طب عايز الاي حوالين ترقى الاكس لو دخلت صفحة ثمانية في المانيول هتلاقي حقا غريبة الراجل بيحسب للسكتور الاي حوالين محور او وبيحسب له الاس والكلام بيجاب من صفحة ثمانية في المانيول بمعلومية اتنين اف على بي يعني بحسب الكتكومة دي لو فتحت معايا المانيول صفحة ثمانية هتلاقي عندك الشرطين رسمتين كده رسمة فيهم بتجيب معامل اسمه بيتا والرسمة التانية بتجيب معامل اسمه لمضا وما الناس دقى بيه فاستخدمهم في الرسومات دي ان نحسب الاي بتاعت السكتور حوالين محور اسم او او ياريتو بيعرف يحسب حوالين نترا اكس كان خلصني للأسف المانيول بيحسب الاي بتاعت السكتور حوالين محور اسم او او وبيحسب الثمانية الاس دي تخش المانيول صفحة ثمانية القانون دي مش حفظ هتلاقي بصفحة التمانية ليه بيقولك ان الاي او بتساوي بيتا في اف سكوير في تي اس واحد في البي الاف تربية هو البعد ده تربية التي اس واحد سمك مين السكتور البي العرض بتاع السكتور في الاف نقصق منها مين يا رايس البي تخش صفحة تمانية تلاقيت شرط بالمنظر ده على المحور الرأس بيتا وعلى المحور الابق اثنين اف على بي ما قلتلك بقى ان القيم دي تحسب معلومات اثنين اف على بي اثنين في الاف على بي تحسب اثنين اف على بي تجيب رقم تطلع تطرف في المنحنة تخش تجيب البي تعوض عن البي بكوميتها والف سكورب بكوميتها والتي اس واحد والبي تجيب الاي حوالين محور او رب الله عليك هل انت عايز الاي حوالين او لا انت عايز الاي حوالين نيوتر الاكس اعمل ايه حد اعرف نفس الفكرة اللي فانت ما يستخدم من شوية لو انت عايز الاي حوالين نيوتر الاكس فيبقى بيساوي الاي حوالين او ناقص الاريا في دلتا تربيع طب مين الدلتا المسافة من محور النيوتر الاكس والا لها مين عندنا الاس طب الاس لاجبها ازاي تخش يا رايز صفحة التمانية تلاقي كاتبلك ان الاس بتساوي افساي مضروبة في افس او ابسلون مضروبة في افس طب الابسلون دي بكامل برضو بتجي من منحنة بدلاز اف على بي للأسف منحنة ابسلون مش موجودة في المانوال سنفرد دائما يا شوان ابسلون بتاعتك هنفردها ب65 من مية يعني الرقم ضحف لان المنحنة ابسلون مش موجود في المانوال الموجود في المانوال بتا بس ممكن الدكتورة تجيبه لك في الامتحان given المنحنة هتضرب 2F على بي تجيب الرقم تضرب في المنحنة تخش تجيب الابسلون ما جبتلك المنحنة افرد من الابسلون ب65 من مية معاك الـ ومعاك الـ لو عايز تجيب الـ يبقى الـ يساوي الـ حوالي محور ناقص الـ area sector بكام انا هاعتبر ان الـ مستطيل عرضه TS او سمك TS والطول بتاعه الـ بي كابيتل يعني هفرده لكن فردت الـ سكتور ايه سكتور بتساوي الـ TS واحد مضروة في الـ بي كابيتل والدلتا يا رئيس هي المسافة ما بين الـ ومحور O فين بقى المسافة دي هي الـ يعني الـ دلتا يا رئيس هي هيها الـ فالدلتا بتساوي الـ بحسابك لـ وحسابك للـ تعرف تجيب الـ بتاع الـ وده أول حاجة انا عايزها طب لو انت عايز الـ خلي بالك بقى الـ و معتمد على اتجاه العزم لو كان الـ بيم اكشن العزم الناتج عنه موجب يعني بيشد تحت ويضغط فوق طيب الـ هي المسافة من نيوترل لحد الفلانجل اللي فوق ليه عندنا دي يبقى الـ يتساوي كام اف ناقص اي اس لذا العزم بتاعك بالمصدر اللي لها رسمه لها طب زود عندك بقى بس بقى ان لو العزم بتاعنا قلب هو يقلب امتى لو كان الـ بيم افشن ناتج من عزم سالب فالعزم بيقلب الضغط ساحت والشد فوق يبقى الـ بتاعك بكم في الحالة دي لو العزم ده هي الـ لأن المسافة من نيوترل لحد الحكة المضغوطة هي هي الـ تزودها عندك دي انا ما بغيرش المحاور باختلاف في اتجاه العزم لا المحاور السابس اللي بيختلف هو الـ فقط تمام كده هو بيقلب لما بيبقى السنيندر كابول يا وشوهندس اه هنأخذها كمان شوية فيبقى الـ بتاعتك يا وشوهندس بتساوي F نقص S تلو العزم بتاعت من تحت الفوق يعني لو كان البيم اكشن سيمبل طب لو البيم اكشن بتاعت فيكس او سيمبل بكانتليبر فالحكة اللي فيها كانت ليبر اما جاء عمل الشيك باكس الواي بتاعتك تعكس تبقى هي بيس مش عادي بتاحفاظها اعرف بس ان الواي دايما هو الاتجاه او المسافة من نيوترال اكس لحد الحتة المضغوطة حسب العزم اللي عندك سوف الحتة المضغوطة فين وحسب الواي بتاعتك طب لا سبب طب لو عندي بقى الاثنين مع بعض يعني لو عندي بيم و سيكتور مع بعض يعني عندي سيلندير كالوز بيم بيم سيلندير كالشيل او سيلندير كالشيل وزبين بالمنظر ده كاميرا وسيكتور بس بكاميرا بتاعتنا اللي كان عرضها بيقوف اسمناها على الاثنين بيقى على الاثنين وانا بيقى على الاثنين بالنسبة للبي انا دايما اشبان لو عندك سيلندير كالشيل وزبين بفرض محور ركز الحطة ما بين السكتور وما بين البيم وبنسميه أو سمحور أعلى البيم وأسفل السكتور لو هنتكلم على البيم لو واحده فبجيب لها حاجتين ركز بقى لو عندك سيلندير جال سيلو بيم بجهز البي الواحده حاجتين ايه هم ما الاريا بيم بالساعة الكاميرا والآي أو بتاع البي ايه ايه ده الآي حوالي المحور اللي اسمه أو طب المحور أو ده باش محن بوجود في الكاميرا بوجود فوق خالص يعني الآي بتاعته كام بالبي أو في الدي تكعيب على الثلاثة يعني كنتم بحسب لك ده عشان يستخدم ها في البي والسكتور مع بعض طب بالنسبة للسكتور قال لك بالنسبة للسكتور اللي واحده اللي الحتة دي كده اللي زل هدك كده اللي الحتة دي السكتور ده الواحده كده لي نيوترال أكس في النص لي علامت ازدائي دي اه وانا عارف ان المسافة من المحور اووو اللي هو تحت خالص والسنتر لين اسمها ES طب بالنسبة للسكتور ده فجاهزه ايه بتجاهزه ثلاث حاجات اول حاجة الاريا سكتور وعرفت بجيبها ازدائي ثاني حاجة الاي او بتاع السكتور وعرفت بحسبها ازدائي والاس اللي هي المسافة ده ايه وعرفت برضو بحسبها ازدائي يبقى لو عندي مسألة سلندري كالوز بيم بجاهز للبيم حاجتين وللسكتور ثلاث حاجات طيب بعد كده ركز ما معاي نتيجة ان السكتور لازق في البيم فبقى ده عبارة عن شكل مختلف عنده وعنده يعني ايه يعني اكيد ده شكل واحد ليه نيوترال اكس جديد وغالبا نيوترال اكس الجديد ده بيكون ما بين نيوترال اكس السكتور وما بين محور او اللي هو ده اللي بلاخدر ده ده نيوترال اكس بتاع الشكل بالكامل السكتور والبيم مع بعض انا كنت بعرف اجيب نيوترال اكس بتاع البيم لوحد وبعرف احسب نيوترال اكس بتاع السكتور لوحد للأسف اللي اتنين مع بعض ليهم نيوترال اكس جديد بيكون ما بين الاو وما بين علامة الزائد بتاع السكتور اللي هو نيوترال اكس بتاع السكتور يبقى اللي بلاخدر ده نيوترال اكس السكتور والبيم مع بعض طب عايز اعرف مكانه فينه اتفضل ايه المحور اللي هو ده احنا اللي فرضين اه فرضين تمام فرضينه فين بقى اسفل السكتور واعلى الكامر ايو الحتة اللي ما بينهم اه فرضين وطبع تمام يبقى النيوترال اكس ده ما شو هندس ده المحور بتاع الشكل بالكامل طب عايز اجيب بعض عايز اعرف وما كده فين بالضبط لو سمت لك المسافة دي ايه من نيوترال اكس لحد تحت ساعات تقعرف تحسب ال ايه دي بكم افكرك كده باش وانت ايو بالضبط لو انت عندك تي سكتشن وعايز تجيب النيوترال اكس بتاع فين مسألة سنة تانية وده النيوترال اكس بتعمل انت ايه بنقول لك اجيب المسافة دي وسميها ايه مثلا زي اللي عندنا وقول ان ايه بتساوي مجموعة المساحات قسم كل مساحة عن السنترلين لتاحت خالص على مجموعة المساحات نفس الكلام سأعمله هنا هعتبر ان الكاميرا موجودة لوحدها هضرب مساحتها في وعدها عن تاحت وعد السنترلين بتاع عن تاحت واعتبر ان السكتور موجود لوحد هضرب مساحته في وعد السنترلين بتاع عن تاحت واسم على مجموعة المساحات عشان اجيب الاي هاعتبر ان كل الشكل اللي هو زي تي سكشن كده كنت بقسمها مستطيلين هنا الشكل اللي هيقسمه الكاميرا وسكشن طب تعا نعملها يا راي يبقى الاي بتاعتك بتساوي ايه صمشن كل مساحة بعدها عن تحت خالص بعد السنتر لاين بتاعها عن تحت خالص مقسومة على صمشن الاريا الكلام ده بيساوي اول حاجة بالنسبة اللي في كاميرا بتحتها كام بي او مضروها في الدي هتقول لي بي او يا شواند ما بي او على اثنين ايه ما عندي هنا بي او على اثنين وهنا بي او على اثنين يبقى الاثنين مع بعض بي او يبقى بي او لا الاريا بيم مضروها في الدي الكلام ده مضروف فيه بعد السنتر لاين بتاعها عن تحت خالص بي كان بقى الكاميرا بتاعتنا السنتر لاين بتاعها في النص بالضبط يعني نص الدي يبقى في دي على اثنين زائد الاريا سيكتور ايه الاريا سيكتور بي كان البي بي بي تي از في بعد السنتر لاين بتاعها عن تحت خالص بي كان ده بقى اي 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 از زائد الدي ده بعد السنتر لاين بتاع السيكتور عن تحت خالص الكلام ده يسمو على الاريا سيكتور زائد الاريا بيم على فكرة الاريا سيكتور انت حاسبها من هنا ما انت كنت مجهزها والاس انت كنت مجهزها برده والاب انت مجهزها فانت معك كل حاج من هنا هتحسب الاي بعد محسابة الاي عايز اجيب الاي حوالين النيوترالكس الجديد ده اللي انا عارفت مكانه فين اجيبه ازاي ده انت حاليا معاك الاي بتاعت السيكتور والاي بتاعت الكاميرا حوالين المحور اللي اسمه هو او طب لو عايز انا الايات ده ايه للنيوترالكس اعمل ايه في القانون ده هو الاي نيوترالكس بتساوي الاي او ناقص الاريا في الدلتربيع اهو بس انا عايز احسب للشكل كله طيب هالاي نيوترالكس بتاعت الشكل كله بتساوي الاي او او بتاعت الشكل كله يعني الاي او او بتاعت السيكتور زائد الاي او او بتاعت مين البيم ناقص الاريا بتاعت الشكل كله يعني الاريا السيكتور زائد اريا البيم في دلتا تربيع ايه الدلتا تربيع قلتلك يا المثابة بين ال او او والنيوترالكس اللي ايه فين هنا بقى لقى المثابة دي دي الدلتا المثابة بين او او والنيوترالكس دي سماء الدلتا يا رايز طب لو انت كده بقى السيكتور زائد اي او بيم ناقص الاريا للشكل كله اللي هي الاريا سيكتور زائد الاريا بيم في ال اي ناقص الدي كل تربيع لها دلتا تربيع دي الاي نيوترالكسل للشكل كله طعب يا شاهد حد نشان ده انا بسؤاله احنا لو التزامنا كأن الشكل البين بس لو ناخدت البين بس وحبت اجيب الاي بتاعتها حوالين او او ماشي اجيبها عن طريق ان هو بيساوي الاي عند النيوترالكسل زائد الاريا في مربع البعض انت سلمي صح؟ اه عكاسنا سلمي احنا عايزين اي حوالين او 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 ااسف حوالين نيوترالكسل مرة ده انا فعلا تمام ايه بقى مشكلتك؟ لا لا انا كان فيه مشكلة كنت في القانون بس لما خدت باني منها الاريا لشكل كله وانتصبحت تمام تمام انا ده سلمي انا لسه برضو النقطة دي مغبطاني المفهول ان انا لما بها جاء حسب لو لو فرضت ان انا هحسبها لكل شكل الوحده اه فالكاميرا لو فرضنا انا هحسب كلها بالاي او او بتاعتها زائد الاريا في مربع الدلتا الصغيرة دي طب باشمعندس ارد عليه لان انا كنت لغبط نفس لغبطته وفهمت حتة ارد انا مش فهم اصلا سوالك ارد عليه اه هو هنا القانون بتاع النقص ده مايكل الاريا دي لشكل كله انا فاهم اواخد بدك انت لو خدت بقى انت لو انت خدت القانون الاولاني بتاع البيل بالاريا بتاعته ده هي الصغيرة دي وزودته بعدين نقصت الاريا بتاعت الشكل اللي هو القانون التاني اللي هو الشكل بتاع اللي هو اسمه ايه فورسيكشن اونلي از بيملس ده هو تمام تمام ايو ايو القانون التاني اللي هو ما يجمع لما تجمعهم على بعض هيتلاعلك نفس القانون اللي هو طرحت منه الاريا كلها في مربع البعض انه ده باريته الوحدها وده الاريا بتاعته الوحدها لما انت تيجي مع بعض مفروض هيتلاعلك نفس القانون نفس الناتجة شكرا بس 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 انا اطلع بط خلاص يا هو كده قابل طوص ما تفكرش هي كده ما عقلت بطريقة التانية هي صحة برضو انت بتقول بس اتوب بقى تلفت حوالين نفسك اتبقى تلو بعدك هتروح تنقلول ناحية التانية طب ليه بقى مش هنقلول ناحية التانية هيا فكرا اننا مثلا نموت مرتين لا مش هنقلول مرتين وانا حاجة انا الا انا متكلم في ان انا البيم هجمع فيها الدلتة بتاعتها حاجة انما في السكتور هطرح نفس الدلتة انت بقى الدلتة سبتة من غير بقى معمل اي نقص دي راحتك بقى لو طلعت نفس الناتج جربك يا لطلال نفس الناتج تمام هبقى جربه هندس فلكنه اجبت الاي نيوترال اكس للشكل كله حوالين طلعت نيوترال اكس الجديد ناقص لاجيب الواي اجيب الواي ازاي بقى قال لك يا شوهندس حسب العزم زي ما اتفقنا والي اجل العزم عندك كان بيشد تحته ويضغط فوق يا الواي بتاعته من اين من نيوترال اكس لحد فوق اللي هي الحتة دي بقى الواي دي لو خدت بقى لك الواي ده هتبقى بتساوي الاتش كله ناقص لاجيب يبقى لو انت عندك العزم بيشد تحت ويضغط فوق يبقى الواي بتساوي اتش ناقص اي طفردنا يا شوهندس كان الشكل بتاعت العزم معكوس كده حد يقول بقى الواي تبقى بقى بقى لو العزم العزم يبقى بي يبقى بي اللي هي المساوي من نيوترال اكس لحد تحت تبقى هي ال اي دي افكار للمتحان انه بيجيب لك العزم معكوس دايما دكتورة نسرين بتحب العزم السالب اوز فلو العزم سالب يعني الضغط بتاعت يبقى الواي هي ال اي لو العزم موجب زي المسألة بتاعتنا لان كان المسألة بتاعتنا سمج فيبقى الواي بتساوي اتش ناقص ال اي يبقى الواي بتاعتك يا باشواندس لفقود ايه بتساوي اتش ناقص اي عمك الضغط تعرفة هي عمك الضغط يبقى كده يا باشواندس علمتك ازاي بنجيب الاي حوالين نيوترال اكسل اي شكل من دول وازاي بنجيب عمك الضغط اي شكل من دول حد يا شوائب مش فاهم ده حد مش فاهم ده تمام كده طب تعالى بقى نطبق في المسألة بتاعي هنعمل في المسألة بتاعنا اي شواندس كان عندها سلنديركال شيل ويس بي عايزين نحسب اول حاجة البروبرتز اللي هي الواي والاي نيوترال اكسل زي ما اتفقنا وعبعض بناخد باكيا واحدة نشتغل عليها اللي هي الاباكيا دي هي نفس الرسمة اللي باتت بس حطتلك الابعاب بس بأرقاف يعني البيب ساعة متر البيو على الاثنين بواحد من عشرة الاتش بواحد من عشرة التي اس واحد دي بمية اللي هي واحد من عشرة البيب ساعة أربعة وخفزينلح وكزه بعمل اي بقى في الشكل زيده امشي بالامتحان زي ما بامشي بالزبط رقم واحد بالنسبة للكاميرا بجاهز حتين الارياء بتاعتها والاي او الارياء بتاعت الكاميرا بو في الدين البي او عندك من عندي كاميرا باي او على الاثنين وكاميرا اثنين باي او على الاثنين هتبيرهم كاميرا واحدة البي او عندك بثني Synaptions عسرة. والديب كام? بتسعة من عسرة. يديك تمنتاسر من مية. عايز احسب الاي او بتاعة الكاميرا. اتفانة بكام القانون بتاعها. البي او في الدي تكعيب على التلاتة. البي او بتنم من عسرة. الديب تسعة من عسرة تكعيب على التلاتة. يطلع بالرقم ده. بالنسبة للكاميرا بجهز حاجتين. بالنسبة للسكتور. بجهز تلات حاجات. اول حاجة الاريا بتاعته. الاول او هم جاي عامل. طبعا نتاجه في السكتور زي ما عمدت المرة اللي فاته. يبقى ده سنترلين بتاعه. والمسافة دي اسمها ايس. الاريا بتاعته بكام? البي في تي اس واحد. البي عندك بسبعة اربعة وكمسين. التي اس واحد بواحد من عشر. يطلع بعجب الرقم ده. بعد كده عايز تجيب الاي او بتاعته والاي اس. لازم تجاهز لنفسك كيمة الاتنين اف على بي. عشان اخش الجدول اخش المنحنة صفحة تمانية في المانور. الاف عندك بواحد واثنين. البي عندك بسبعة متر. فتضرب اتنين في واحد واثنين على سبعة. يطلع باربعة وثلاثين من مية. تخش صفحة تمانية في المانور. من صفحة تمانية هتجيب ايه? هتجيب البيتا. هتخش المنحنة. بالرقم ده تقبط في المنحنة تجيب البيت تطلع بخمسة وخمسين من مية. بعد ما اجبت البيتا اعرف دلوقتي اجيب لك الاي او. دايما الابسولوم بخمسة وخمسة وخمسين من مية ده حفظ. الاي او بتا السيكتور بتساوي ايه? بيتا في اف سكوية في تي اس واحد في البي ما تحفظي ده. موجود في صفحة تمانية في المانور. البيتا عندك بخمسة وخمسين من مية. الاف عندك بواحد واثنين من عشر. التي اس واحد بواحد من عشر. البي عايزة احسب الاس. الاس بتساوي ابسلوم في اف. ابسلوم بخمسة وخمسة 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 من مية. الاف بواحد واثنين من عشر. يطلع لك بتمانية وسبعين من مية. يبقى البيم بجهاز لها هاتين. ايه بيم واي او. السيكتور بجهاز لها تلات حاجات. الاريا سيكتور والاي او والاس. بعد كده للشكل كل بقى. الشكل كتوتل. بجيب اول حاجة حاجة اسمها ال اي. ايه يا ال اي? النيدان يقطر للأكس بتاعنا. فالمسافة ايه اللي هي المسافة اللي تحت ايه? ال اي بتساوي ايه? سامشن ايه في واي على سامشن ايه? الاريا بتاعت السيكتور. الاريا بتاعت السيكتور. مضروبة في المسافة بين سينتر لاين السيكتور لحد تحت. الاريا اي اس زايت دي. المسافة ده ايه? زايت دي. زايت. مساحة الكاميرا مضروبة في بعض السينتر لاين بتاعها عن تحت. الاريا دي على الاثنين. مقاسومة على ايه سيكتور زايت ايه بيم. الاس سيكتور عندك. هي جايبها يبل كده. الاس عندك. الدي عندك. الاس بيم جبتها يبل كده. ودي على الاثنين عندك برضو. وعندك المساحات. من انها تروح تجيب ال ايه تطلع بواحد اربعة واربعين من ميت. بعد ما جبت ال ايه. هروح اجيب ال اي حوالين نيوترال اكس. من قانون ده. اي او للشكل الكله. ناقص الاريا في دلتا زربيع. ايه هي الدلتا يا ريس? هي المسافة بين نيوترال اكس. اللي بناخدر. والمحور اللي اسمه. بكامة دلتا. اي ناقص دي. فلو عوضنا في القانون. يبقى ال اي نيوترال اكس بتساوي. اي او بتاعت السيكتور زايت الاي او بتاعت البيم. ناقص. الاريا سيكتور زايت الاريا بيم. مضروبة في اي ناقص ديك كل تربية. لو عوضت. الاي او بتاعت السيكتور جبتها مرة. بوي انت خمسة اربعة. الاي او بتاعت البيم جبتها. الاريا سيكتور عندك. ايه. الاريا الاريا بيم عندك. ال اي. اللي هي ال اي كلها مش ال اس. ال اي انت جايبها قبل كده بواحدة اربعة وربعين من مية. ال ديب تسعة من عشر. هتعوض. هو هتنسى التربيع. هيطلع معاك ان ال اي نيوترال اكس بتلاتة وتلاتين من مية. عايز تحسب الواي. عمق الضغط. العزمة عندي في المسألة بتاعتنا. كان بيشد تحت ويضغط فوق. يبقى الواي هي المسافة دي. بتساوي اتش كلها. اطرح منها ال اي. يجيب الواي. يبقى الواي بتساوي اتش نقص اي. ال اتش عندي بتنين وواحد من عشر. ال اي بواحد اربعة واربعين من مية. يديك ستة وستين من مية متر. حسابة الواي. وحسابة الواي بتاعت الشكل كتوتل. اعمل اي بعد كده? اعمل الشيك باكلينج بقى. ساعدتك حسابة الواي. يبقى انت كده خلاص. هتعنخش معا للشيك. طب اللي كان بيقولك ايه? محتاج تحسب حكتين للشيك. ركز مع اي. محتاج احسب حكتين للشيك. ايه هم? اول حاجة الاجهاد الفعلي. ثاني حاجة الاجهاد المسموح بي. الاجهاد الفعلي بنسميه اف سي اكشوال. بيساوي خمسة وسبعين في المية من الاف سي. فلأحسب في الاول اف سي. بيساوي المومنت في اي علوات. المومنت عندي. بألف تسعمية وخمسين بتعالبيم اكشة. المومنت اللي صممت علي بيم اكشة السيكشة اللي فات. الواي عندي حسبتها او. الاي نيوترال اكسة عندك. هتعوض. هيطلع معاك ان الاف سي. في تلات تلاف وتسعمية كيلو نيوتن. لان امون ده ككل نيوتن متر. على المتر المربع. طب عايز احولها الميجا باسكال. يعني عايز احولها النيوتن. على الملي متر مربع. ايه اسم يا باشوهندس على الف. يبقى من كيلو نيوتن على المتر المربع. للنيوتن على الملي متر المربع هتاسم على الف. يعني الرقم ده يطلع بيساوي تلاتة وتسعة من عشرة ميجا باسكال. هل بقارن بالرقم ده فعلا لا. دعنا باخد حاجة اسمها اف سي اكشول. خمسة وسبعين في المية من الاف سي. يبقى خمسة وسبعين في المية من التلاتة وتسعة من عشرة يديك اتنين تلاتة وتسعين من مية ميجا باسكال. كده حسبت الاجهاد الفعلي. كل اللي فات ده كنت بجهز للاجهاد الفعلي حاجتين الواي والآي نيوترق اكس. اللي تشك هنا بقى. ان لازم الرقم ده هو يطلع اقل من الاجهاد المسموح بيه. اللي هو الاف اللي هو بالباكلي. ستة ونص على واحد زائد ايه? على امتين تي اس واحد. ستة ونص على واحد زائد. الايه عندك بخمسة وسبعة? كنا حاسبينها من الكونكريت دايمينشون. التي اس واحد واحد من عشر. بعوض بالمتر. بعوض عن الارف خمدي من المتر. ده بالمتر يبقى ده بالمتر. الايه بالملي يبقى تي اس واحد بالملي. يطلع لك الاف اللي هو الباكلينج بخمسة وستة من مية ميجا بسكات. سيف والله انسيف. الاكشوال الناسج من العزم الخارجي باتنية وتسعين من مية. الالاوبل بخمسة وستة من مية. كده يبقى سيف والله انسيف. سيف. كده يا باشواندس يبقى سيف. وغالبا في الامتحان بتطلع سيف. لازم الاف اكشوال تبقى اقل من المسموها بي. طب لو تلع لقدر الله انسيف. ايه الحلول? الحل الاولاني. انك تزود بتي اس. تزود العرض اللي بيحصل له باكلينج اصلا. الحل التاني. ان بدل ما الفريزبان بتاعت كبير. فكده تقول الباكلينج كبير. اقل للبي. يعني اقل للسبان بتاع الباكلينج. عرض الباكلينج. وبالتالي الباكلينج بتاع الباكلينج يزيد. فما يحصلش باكلينج. يبقى لو تلع انصب الحلول بتاعتك حاجتين. انك تزود التي اس. او انك تقالل للبينج. صعبا يا شباب? نا طبا ما رأيك. كده عملنا فلاص شيك باكلينج. وعلمتك ازاي بنحسب الخصائص. لو عندي كاميرا بس. او لو عندي سكتور بس. او لو عندي سكتور وكاميرا. اسألك بقى سؤال. لو كان عندي سكتور بس. ايه اللي هيفرق? ان الاي نيوترال اكس بتاعتها? كل حسابتك. اه هتبقى محسوبة. هتدرب الدكترة تنائيس. فاكر السكتور اللي كنت كتب لك من شوية. كان كده فيه خلف النص وثماء سكتور. لو انت عندك في المسألة في الامتحان. جاءت سكتور وزاوت بيم. يبقى الاي بتاعتها. والاي بتاعتها زي مسألة السكتور اللي باتها. اللي كانت مشروعة برموز بس من جور ارقاب. حتى عنده مشكلة جمعه؟. طيب انا نفتش على الخطوة. هو فضل المفروض بساعة الربع. ولسه طيبا احنا ما بدألاش. ما تكنلاش في نص. لابد ما لابد ما تجعلش بالك. ما تشغلش بالك لبش مهندس مزبطنا. وبعد ذلك ما حضرة تبدأ قولي وانها ستخلصها هانيستفشنا عاكد. ما قام بحضرتك بسا. ولو مش واخد بالك بس. لا لا ما تكنلاش. نكمل بادي الخطوات. كده خلصنا للشيك باكلينج وديه تعتبر اهم قطوة. واصعب قطوة في السلندر جالشل. هي مستقبة يا بس. محتاجة انك تكون بس في صحصة شوية في الحسابات. الخطوة اللي بعد كده ديزاين القرش اكشن. نتيجة يا شو عندك. ان انت عندك قرشات جنب بعض كده. بيتولد شوية عزو. احنا المرة اللي بها تصممنا البيم اكشن. المرة اللي هنصمم القرش اكشن ده. فمحتاجين نجيب الأحمال اللي بتأثر على القرش اكشن. ايه الأحمال اللي بتأثر عليه. لو ده مش بانضر. شكل السلندر جالشل بتاعتنا. فاحنا بنصمم القرش اكشن لباكيا واحدة فقط. او بحث بالأحمال بتاع الباكيا واحدة بس. والقرش اكشن بيبقى لحم ليه. حاجة سمال بي واحد. واخدناها بالكده مش جديدة عليك يعني. اللي هي الان ويت بتاعت السكتور. زاد الفلور كابر. فالبي واحد هي الديد لوت. او الان ويت بتاع السكتور زاد الفلور كابر. كاما كمكريت في تي اس واحد. زائد الفلور كابر. تعال الفلور كابر اللي عليه. بحسب كمان حمل. اللي هو يلبي اتنين. اللايف لوت. طب اللايف لوت بكام. اتفعنا المرة اللي باتت. انه لو مدكش اللايف لوت كقيمة بتفرضها بخمسة وسبعين من مية كيلون يتل عم متر مرة. طب ده باش مهندس حمل. على الميل. وده حمل على الافقي. انا عايز صمم القرش اكشن. يعني عايز الحمل كله يبقى على الميل زي ده. ازاي حول بي اتنين. لحمل يتجمع على بي واحد. يبقى زي وخدر على الميل. اضربه في بي واقسمه على بي. صح يا جد. هضرب في البي بسمول كده ركسته. يعني اضربت بي اتنين في البي بسمول ده ركسته. عايز اجيبه على الميل. اقسمه على الطول الميل اللي هي البي كابيتل. فلو انت عايز تجيب الأحمال بتاعة القرش اكشن بتساوي بي واحد زي ما هي. اجمع عليها بي اتنين مضروبة في بي على بي. ضربت بي اتنين في بي ركسته. بقى حمل مركز. قسمته على الطول ده اللي هو الميل. اجبته على الميل. ساعة نعوض. يبقى ثلاثة زائد خمسة وسبعين من مية مضروبة في البي بسمول بسبعة. والبي كابيتل بسبعة وربعة وخمسين. يطلع معاك بثلاثة تسعة وستين من مية. وده الحمل اللي بيأثر على القرش اكشن. بقى يا ما شو معن. الحمل اللي بيأثر على القرش اكشن بتلاثة تسعة وستين من مية. ده جبنام اللي بات. عايزين نصمم بقى القرش اكشن. اصمم الزلاي. يبقى زائد القرش اكشن بقى سوم خطوتين. خطوة حساب الحمل. في واحد زائد بي اتنين في بي على بي. الخطوة الثانية حساب اللي سترينينج اكشن اللي هي المومنتات والتصميم بعدها. دايما القرش اكشن اللي سترينينج اكشن بتاعته سابت. قيم محفوظة سابتة مش مختلف ما بتختلف. لو ده القرش اكشن بتاعت. او لو ده شكل القرش. فمده شكل العز. سابت دايما. ما بيتغير. لو سمت لك المومنت ده مومنت واحد. فكنا اتفقنا السيكشن اللي فات. النقطاع القرش. من هنا سمك واربعة سر سنتي. ومن هنا سمك وعشرة سنتي. وعلى مسافة اكس. فالمومنت واحد ده. باين كده ان هو ناحية مين? اللي اربعة سر. يعني التي اس بتاعته فين? هنا. تي اس اتنين. فاربعة سر من مية. المومنت ده بنسميه مومنت اتنين. هو هو المومنت ده على فكرة. مومنت واحد ده هو هو المومنت التاني ده برضه. اتنين ده فين بقى? ده في النص هنا تقريبا. يعني تقريباً عدة الاكس. يجب تي اس بتاعته واحد من عشر. ام تلاف. المومنت التالت ده برضه عنده واحد من عشر. فاحنا كل اللي احنا عايزين نعمله احسب لك قيمة المومنتات دي. خوانين محفوظة. وبعد كده هنصمم التلاف مومنتات دول نجي من الحديد. اللي هو هيطلع فيه الغالب بالمينموم. يعني انت او انت داخل كده بتصمم ارش اكشن. انت متأكد مية في المية انه في الاخرى يطلع مينموم. خمسة في عشرة في المتر. لان مافيش احمال اصلا ماشا بالاتجاه ده. امال ايه المومنتات دي? مومنتات نجة من ان ارش جنب ارش. يعني سلنديركا جنب سلنديركا جنب سلنديركا اللي عملت شوات مومنتات. طبع عشان نحسن بمومنتات ده محتاجين في البداية نحسن بالزاوية دي. جبناها مرة قبل كده. اه جبناها السيكشن اللي فات. محتاجها او انا باحسب الاحمال. او باحسب المومنتات. محتاجها بالتأدير الدئري. احنا كنت احسنها بالدرجات. عايزها بالتأدير الدئري. خدناها برده مرة اللي بات. لو عايز تحسب فاي نوت الزاوية المركزية بالتأدير الدئري. فكننا بنقول ان فاي نوت بتساوي الفاي. مضروبة في باي على مية وتمانين. وكنا جبناها المرة اللي فادت بستة وستين من مية ريديا. تعالى بقى نجيب ام واحد و ام اثنين و ام ثلاثة. بالنسبة لام واحد. قانون يابن. البي اللي انت جبتها للقرش اكش. مضروبة في او بالتقدير الدائري. تربيع. في الايه تربيع. الايه بتاعتك دي تربيع. على واحد وعشرين الرقم ثابت. تعالى نعوض. هتعوض عن كل حاجة بكميتها. يطلع باتنين ثمانية واربعين من مية. يبقى ام واحد ده ايه بالقانون ده. ام اثنين نفس القانون بالزبط. بس المرة دي قسم على اربعة واربعين ونصف. معنى كده ان ام اثنين ده ايه اقل من ام واحد. هتعوض. هيطلع معاك بواحد عشر من مية. ام تلاتة. نفس القانون بالزبط. بس ازم على تمانية واربعين. معنى كده ان ام واحد اكبر من ام اثنين. وام اثنين اكبر من ام تلاتة. بيساوي كم ده بقى? واحد وتمانية من مية بعد التعويض. عندي تلات مومنتات. المفروض اخد كل مومنت من دول واصممه باستخدام السي وان جي. لانه مومنت. طب هل اعمل كده? لا يا شونت. في الامتحان بنصمم اكبر عزم فقط. باستخدام السي وان جي. اكبر عزم كان ام واحد. بس العزم ده محسوب ووركين. لان الاحمال محسوبة ووركين. ارجع الاسمال اللي فاتت. هتلاقيني ما دربتش في اي معاملات امان. خدت بي واحد زائد بي اتنين في بي على بي. فلازم احاول الاول آلتمت. واحد ونصف ام واحد. يطلع باربعة ستة وعشرين من مية. طب. الكطاع اللي بيقاوم ده. اللي بيقاوم ده. اللي بيقاوم ايه. ده العزم ده هنا. هو ام واحد اكبر واحد. فالكطاع اللي بيقاوم. بقال الله تعرضها الف. في ديبس مية واربعين. اش معنى مية واربعين لان القطاع المومنت ام واحد هوات كبير. هو اكبر واحد فيه. فالديبس عنده بمية واربعين. هتعوض في قوانين سي وان جي. الدبس بيساوي تي اس نقص كبر. التي اس بمية واربعين. والكبر بعشرين. تعوض في السي وان جي عادي. يطلع معاك ان الحديد بتاعك بالمينموم خمسة فاي عصر على المتر. وهو دايما في الامتحان هيطلع مينموم. بس لازم تصمم برضا. التصميم على درجات. يبقى زي القرش اكشن كلام فارغ. بحسب البي. احسب السيتا بالريديان. او الفاي بالريديان. وبعدين ام واحد وام اتنين وام ثلاثة. اخد اكبر واحد فيهم اصممه. مع مراعاة ان لو اكبر واحد فيهم هو ام واحد دايما. فالتي اس بتاعته بمية واربعية. صد. ما عليزناك هندسة. هو ليه شكل العزم بالطريقة دي. ولو هو سيمبل. وخط مستقيم يعني. هو ليس سيمبل ولا حاجة. هو الفكرة كلها ان ده قرش. ده عزم ترسم اصلا. ماحتاج ترسم ببرنامج تحديد. لو رسمت الكلام ده عساب. يعني لو تدخلت كام كهة سلندركة العساب هتلاقي ان فيه عزم سالب يبقى هنا. فالكلام ده مستنتج. فالله يثبتات. فاهمني? طب هو ليه في عزم سالب اصلا. يعني لو هو زي سيمبل وفردناها هتبقى برابه العادية. ليه في عزم سالب؟. ولكن مافيش ركايز اصلا يا شوان. مش ركايز. هو العزم ناتج من ايه؟ ناتج من ان جاء قرش جنب قرش جنب قرش جنب قرش. لو تحطيت قرشان يعني انت عملت كحتى بورقة كده قرشان جنب بعضها. وقصرت عليها بحمل. حتى لو بحمل ده بيتسجف الاتجاه الثاني. هيتولد عليها عزم صغير. العزم ده هو العزم ده هو وفيه عزم بقى سالب برضه. تمام؟ ده من الدراسة. مالوش جيد برهات. تمام. حد عم سال يا جماعة. تمام. ده بالنسبة للزين القرش اكشن. القطوة التامنة. كان لي بالك فيه بس ملحوظة ان الحديد ده بيتحطي طوب اند بوتوم. حساب الاريا اس. الناتجة من المومنت. اف دي فرام رجيت. نتيجة ان ساعدتك. ما عادش اندسة الحديد ده بيتحط فين تاني. فوق وتحت رجعنا كده كده الحديد ده بيتحط هنا كده. فوق وتحت. هنرسوه كمان شوية. تمام. ياخد شكل السيلنديركال بقى. يعني بيستمر مع السيلنديركال. تمام. ساعدة بقى يا بشوهندس نحسب اخر حاجة او نحسب خطوة رقم تمانية. الاريا اس الناتجة من الديفرام رجيت. ساعدتك عارف ان احنا عشان نعمل سيلنديركال شيل قلتلك بنرس السيلنديركال شيل على الاتجاه الطويل كده. وبيمتد الجو. والسيلنديركال شيل تتسبت في الديفرام ده والديفرام ده. فالطبيعي ان بيتولد مومنت اسمه بارشة لفكستيشن. او مومنت عند الديفرام ده وعند الديفرام ده. مومنتات سالبة. عايز بقى اجيب الحديد اللي بحطه للمومنتات السالبة ده. اللي عند الديفرامات ده. طب اجيبه ازاي. بصوا اركز معي. لو ده باش وعند الشكل السيلنديركال بتاعتي. وزاي ما قلتلك هو متثبت في البداية في ديفرام وفي النهاية في ديفرام. ففي البداية خالص عايز اجيب المومنت ده كنته كام. بنعتبر جزء اسمه اكس من السيلنديركال متثبت في الديفرام. تكسب. حتى نجيب كنت المومنت. اعتبرنا فرضنا كده. فرضنا ان السيلنديركال بتاع الجزء اللي ماسك في الديفرام من السيلنديركال اكينه في ديفرام اكينه. وبالتالي ففي عزم سالب اسمه ام. لو جبنا المومنت ده بكام هعرف اجيب الاري اس بكام. طب العزم السالب ده على مسافة قدي اسمها اكس. نتيجة العزم السالب ده باش وانت. الناتج من تسبيد السيلنديركال شيل في الديفرام في الاول وفي الاخر. فلقينا ان العزم السالب ده بيحتاج. سمك كبير. يعني لو خدنا اقطاع في بداية الديفرام كده. هتلاقي ان الديفرام هو. وادي السيلنديركال اهو. نتيجة العزم السالب ده. بنكبر سمك السيلنديركال سوي. فبنكبرها قد ايه. بنخليها مية واربعين. ايه ده بس وانتس محافش على جديدة. طب ما دي مية واربعين ايه. اقولك لا اخد بالك. ده المية واربعين دي على جناب السيلنديركال. يعني هذا الجنب كبير والجنب كبير الصمك بمية واربعين. الجديد. اني باقولك ان هذا الجنب وهو كمان. وهو أولا والجنب كبير. فالصمك بمية واربعين. هذه السمك بمية واربعين يمين. يبدو بمية واربعين. ناتج من الامتيات الى القرس اكشن اللي هو الأم collection. على صحة نقوم الأم واحدة. أمال في البداية والنهاية بكبر السمك لإيه عشان أقوم اللي هو المومنت السالب ده طب المومنت السالب ده بكامل شكله مظبوطة عندما سأ القطاع ده شكله مظبوط كده أه مظبوطة أنا تانيه شوية كده أمييل تأكدني بس كده يعني هي كاميرا وبلاطة البلاطة دي ستريت إذا أخذت قطاع كده هتبقى لك أن البلاطة دي ستريت فعلا آه تمام تمام هتبقى من جنبها تمام هتبقى من جنبها هتبقى لك ستريت عاد تمام طب يا شوية مومنت إيه بقى أحسب لك المومنت ده بكامل المومنت يا ابني ده بيساوي البي بتاعة القرش أكشل مضروبة في تربيع على الاتنين والإكس دايما زي ما حسبناها من شوية في السكشل اللي فات كنا حسبينها بواحد متر أو بستة وسبعين من مية جزر الـ A في التي اس اللي كنا حسبينها السكشل اللي فات يبقى البي عندي والإكس عندي واحد فالمومنت بي إكس تربيع على الاتنين لكن في حملة موضح هنا اسمه بي وعايز يجب المومنت على فكس تفري فركزت الحملة وضربته في إكس على الاتنين فيطلع بي في إكس تربيع على الاتنين المومنت ده كان بقى واحد خمسة وتمانين من مية كيلو نيوتر متر بالله عليك ده مومنت يتصمم ده مومنت تهب الخالط ولا كني شوفته فاحنا بنحط له حديد ايه؟ حديد مينمم الاول بنخليه ألتبت وزي ما قلت لك ده المومنت ده هنا فالقطاع اللي بيقاوم مية واربعين لاني كبرته تروح يا شوهندس تصمم بالـ C1Z يطلع معك هيطلع معك نص ستيق فايا عشر هتاخد انت المينمم كام؟ خمسة فايا عشر فديزاين الديفرام رجيز ده يا شوهندس حاجة هابلة خالص يتجيب المومنت بي في إكس تربيعة 2 تحوله ألتبت وتصمم بالـ C1Z هيطلع معك مينمم خمسة فايا عشر فيه تسلحين بيطلعوا مينمم بتاع القرش أكشن وبتاع الديفرام رجيز ده طبعا دي يا شوهندس ما دام هو مومنت قولي الأول كده ليه أنا تخنت بلاطة في المنطقة دي؟ طبعا كنا نهمره وخلاص ليه دخلت بلاطة في المنطقة 40 يعني؟ اه زيادة أمان بس يعني ما لديتش أي غرض تاني يعني الأكيب يشقاهم في المومنت دي يعني احنا عمليه زيادة أمان بس طبعا ما لديتش أي شروع خالص طبعا أنا اللي هي دنا التخانطة دي المسافة بتاعتها لسا عارفة قدام اكس يعني أنا على الكبارة لأنني سفت الاكس كلها تمام اه كلها اكس من كل حيتي يعني من الآخر الباكيا السيلنديركا الواحدة من الأربع اتجاهات سمكها مية واربعين على بسفات اكس تمام جدا حد عند مشكلة يا جماعة كده يا بس مهندس أنا خلصت الديزاين لحد الخطوة رقم تمانين الخطوة تسعة رأسم تفاصيل التسليح تعالى قبل ما نخش نرسم تفاصيل التسليح اقول لك تلخيص التسليح اللي انا جبت وين مبدئيا كده قبل التلخيص الحقيقة اللي اجبت ده بيتحط فين؟ بيتحط في البداية والنهاية يبقى في البداية خالص على مسافة اكس لحد اكس بس فيه خمسة فائعة عسوة اللي بيترسوا كده والناحية الثانية زيه نأتيجة الديفرامر جديد يتحط في البداية السلينديركل في نهايتها فقط حسابنا اكس لها بشوانة ثلث حسابنا خريص فائعة بواحد متر اوه هذا هو أنني تعمل اذا كنت عفق بمشافتها بطاعة لا تساطر جد لم يكن حفظتها بصورة تحفظها لما يقوم وقتها جدت وقتها اه تعال بقى باشوهندس نلخص التسليح بتاعنا بقى. لو عايزين نرسم الريفورس من ديتيلز فتعال اقول لك ملخص التسليح ايه. عندنا باشوهندس ده السلندرقل بتاعتنا. انا جبت كم تسليح. قصت في القطوات كده. جبت لونج ستيل في البيم اكشن. ده بيتحط فين يا شوهندس بيتحط في اتجاه البيم اكشن. وهنتكلم عنه كمان شوية بيتحط فين بالظبط. طب جبت ايه كمان. عملت وده كان طالع معنا على فكرة 16.22. جبت ديزاين الشير. والتجاهب منه كنات. فالكيها دي ترسم ازاي؟ هنا في البداية وفي النهاية. وخمدعة 8.8 في البداية هنا وفي النهاية زيها. عند المكسف امشير يعني. لو دي سيمبل فالمكسف امشير عند الركيزة دي وعند الركيزة دي. فالكيها بترسم كده. وبترسم منها الثانية زيها. بعد كده طلعت حديد بتاع القرش اكشن. وده كان طالع معنا 5.10 مينموم. وطلعت حديد بتاع الديفرام رجي دي. اللي هو كان عامل كده. وقكمته 5.10 برضه. يبقى ده ملخص التسليح. من الخطوة دي جبت الاري اس لونج. من الخطوة الشير جبت الكنات. من ديزاين القرش اكشن. جبت القرش اكشن او جبت التسليح بتاع القرش. واي من الديفرام رجي دي جبت التسليح اللي بالاحمر ده. 8.8 دي وضعات زي باش مهندس معلش. 8.8 دي وضعات زي. علمائل كده بتبقى علمائل. يعني ماشي مع السلنديركل بس مش كده. لا ميلة كمان. يعني ميلة ميلين مع السلنديركل وميلة جوه السلنديركل. تمام. زي بنت أبار زي كده. بالزبط. تتبقى على زي بخمسة عبنى عشان. ايو عشان تبقى عمودية على سرخ الشير. على سرخ الشير زي بخمسة. تمام. عايزين بقى نرسم الكلام ده كتفاصيل تسليح. الرسمة دي تفضل. هتبقى على مسافة عدده. الشير ده. المفروض يتحسب من الشير اللي احنا عرسمناه. شوف يتسايف لحد عدده. تمام. المفروض ده بتجامو ثلاثات. بس في اللي امتحمد عمدت شوالة بتاع. هو بس ترسم كده. بس خلي بالك بقى الرسمة دي نفسك. لا تسهيلاً بس بجمعلك التسليح. إنما اللي سترسوه في الامتحان الرسمة الجاي. تمام. تعال بقى نرسم الرسمة بالامتحان. انا في الامتحان في السلنديرك اللي ارسم رسمتين. بلايين. وليس. تعال نرتعلم مع بعض كيف نرسم البلايين. هشوف نفس التسليح ده. بس في البلايين. تعال يا بشوهندس نرسم البلايين بتاعتي. أول حاجة. ارسم السنتر لاي. تركز ما معاي. يعني احنا. مرتين مرتين. يعني مرة في الكونكريت دايمينشن ومرة في التسليح. اه. اه. بتاعك كونكريت دايمينشن ارسوب سرعة بقى بيدك. انها بتاع تكليح رسم من دي. اه. انا بتكلم لو تاكريت دايمينشن من غير ليه قاوت. لو ليه قاوت يا بمصطرة. حاجة تانية. بتاع اللي فادت كان جاي اللي امتحان بلوحة. كان مطلوب الليه قاوت في اللوحة. وارسم ليه قاوت وهارسم تفاصيل التسليح برضو في قلب اللوحة. في اللوحة. في اللوحة طبعا. اللاربعة ساعة تخلصوا عن داس. ايه؟ اللاربعة ساعة تخلصوا. معرف. والله ما بهز. ايو انا عامل ايه زود وقت. انا باتكلم عن كل ايه عن الامتحان. منعارف يا عامل. منعارف اللي هنمتحان. ما علينا مشاكلاته ان شاء الله مايك. ايه حاجة الساعة ضافية. ايه حاجة الساعة ضافية اه. ارسم السنتر لاين. واكتب ان المسابة دي بي. انا بارسم باكي واحدة بس. ما بارسمش اكتر من كده. وبعدين. هرسم بقى الشكل بتاعي بتاع الباكي الواحدة. فهرسم الاول. العمودين. وما بينهم الكامير. دي الكاميرا على فكرة بتاع سنينه بتاع السلنديرك. والناحية الثانية شبهها. ومن هنا الديفرام. ومن هنا الديفرام. لكنني رسمت باكي واحدة يعني. يبقى هذا الديفرام وده الديفرام. وده السلنديرك الشيلي في النص. اتفانى بقى ان السلنديرك الشيلي في النص دي. السمك في كل حتة زايد. ديادة مية واربعين. وفي النص. بيبقى مية. فبقى فرق اعملهم ازاي في البلان. بقى اعمل خط منققة كده. ازاي الهولو بلوك بتاع السل البارد. تفكروا. سبهوا. انا بقى الخط ده معنى ايه؟ معنى ان السمك بره الخط. مية واربعين. جوه المربع. بمية. يبقى الخط ده بيفصل السمك. المية واربعين عن المية. وتعمل نفس الكلام ده هنا. ونفس الكلام ده هنا وتاخد خط قطع. سؤال السمك بك يعنى. تعب انا نرسم التسليح حاجة حاجة. رقم واحد. التسليح الطولي. اللي هو التسليح الناتج من البيم اكشن. تركز معاي. هو البيم اكشن. كان الموقنت بتاعك عامل ازاي ؟ الموقنت بتاعك عامل ازاي ؟ سمب البيم. سمب البيم. يعني بيشد تحت ويضغط فوق. عندك مشكلة؟ لا. طب يبقى الحديد بتاعك الرئيس. نحية تشد العزم وليحته للضغط. نحية تشد. طب السيلندير كان اللي قدامك دي. نحية تحت خالص. موجود ايه؟ كاميرات كاميرا دي والكاميرا دي. فقال لك يا باشوان لو العزم بتاعت موجب. يبقى الحديد بتاع البيم اكشن يتحط جوه الكاميرات. انت مطلع كام سيخ؟ مطلع وليكن 22.16 زي ما كنتم مطلعين مش فاجر مطلع كام. فالحديد ده بيتحط جوه الكاميرا. طب يباني ازاي في البلان? ده مفروض يبقى جوه الكاميرا. يباني ازاي؟ في انفراده في البلان يا باشوان ده خطين جنب الكاميرا. يمين وشمال. وبقوله ان يمين 8.22 وشمال 8.22. اللي هم التوتال بتاعهم 16.22. ده معناه ان جوه الكاميرا ده هي فيه 16 سيخ في 22. اشمالة حطيتها جنب الكاميرا. لان العزم بيشد تحت والشد هنا في الكاميرات. فلازم الحديد يبقى جوه الكاميرا جنب الكاميرا. اللي عملته هنا اعمله الناحية الثانية. هو مفروض الحديد يبقى جوه الكاميرا نفسها. هو الكاميرا اه ده انديكيشن بس. طبعا انا دي اسامنته نص ونص هنا. انديكيشن برضو. هو معروف ان ستاشر كله. فانا انا اسامنته نص هنا ونص هنا. يعني نص على جنب الكاميرا من ناحية دي ونص على جنب الكاميرا من ناحية دي. ولان انا حسابته كان كان ستاشر بس كان على النص اليمين ونص الشمال. فعلشان كده وعانت اسامه. اه. تمام تمام. وصل. تمام كده يا جماعة. ده اول حديث. طب الحديث الثاني. الكنات بقى. ارسم الكنات ازاي. او قبل الكنات نرسم لحديث ده. اللي هو بتاع البارشالي فكسيشن. ده بيبقى شوية حديث من اقل كده. واصل من المسافة المية واربعين لحد جوه. وممكن اخلي جوة دايفرام كمان. يعني اوه صحيح اصلا النقطة دي تبقى جوة دايفرام. يعني جوة الكاميرا بتاعت الدايفرام. قمته كم ده بقى? كم سفاع عصر? طب ايه كمان? الكنات بقى. الكنات بترسم ازاي? ازاي ما كان مرسوها في البلاي. كده. وبعد كده بتميل. وبعد كده اخدت افكي. ومبروك كانت تكمل. فانا كنت قاطع بقى. وبارس لامتالك الكنات كاين دي كيس. طب هل الكنات تبقى فوق بس? لا ده الكنات يا باش مهندس بتبقى عند الماكس وامشير. طب الماكس وامشير فين? عند الدايفرام ده وعند الدايفرام التاني. فتلاقي من الكنات الناحية التانية ايه. طرح العمض. تعلق الزين. انا الكنات مرسومة زي الرسمة دي كده. كميتها كان بقى ثمانية فاي ثمانية. كده يترسم بالإيد صح? بالإيد طبعا. الكنات بالإيد طبعا. كده يا باش مهندس رسمنا كل الحديد مع ده حاجة واحدة. ايه هي? بتاع القرش اكشن. القرش اكشن يا باش مهندس. اما بتيجي تسلحه وبتسلحه شبكة. سفلية وعلوية. يعني ايه شبكة? يعني حديد موازي للقرش. وحديد عمودي على القرش. مينيومان برضه. فما ايجي يترسم هنا بيترسم شبكة. خمسة فاي عشرة في الاتجاهين. ويا ريت تكتب جنبها. يعني ريت تكتب خمسة فاي عشرة. صفل وعلو. ده حديد ايه تانية باش مهندس مالش? ده حديد القرش اكشن. القرش اكشن. طبعا ده سمع لاش. انا عني سؤالي. ازاي ازاي شبكتين فرقة عشرة سنت. هتشوف دلوقتي بالرسوم ازاي? في التنفيذ. في التنفيذ طبعا حاجة صعبة طبعا بس ما بتعيش عشرة سنتي بره ايه. طبعا. مفروض في الشبكة اللي تحت انا طلعت حديد اللي هو بتاع القرش بس ما طلعت لهش حد طولي. لأ ما هو طولي ده ديستريبيوتر. فبناخده منموم كمسة فاي عشرة. ده القرش مطلع منموم. ده البلان. والبلان ده ابني محفوظ شكله بأسابة دايما. طب بالنسبة الاليفيجن بقى. ده شكل الاليفيجن بتاعك او. بتاع نحط حديد حديد جواك. اول حاجة بالنسبة لمن? للحديد الطولي. اللي هو بتاع البيم اكش. ده يتحط جوه القمرات زي ما اتفقنا. فباجي الاول بجاهز له كان جوه القمر. هل كان دي انت صنمتها? لأ. هل محطوها عشان تجاوه مشير? لأ برضو. ومال محطوها ليه? عشان ارس جواها الحديد بس. نعمل لاش ايلاز. طب انا محتاج كم سي جواه? ستاشر سي. يترسوا ازاي بقى? رس اربعة تحت. هيبقى اكمل ستاشر. اتناشر. ستة يمين وستة شمال. او اول اتنين هم. بعد كده كلهم هم. لو عديتهم دول هتلقوا هم تمنتاشر سيخ فاي اتنين وعشرين. طب هل المنظر ده ينفع? يعني هل كان كده هتقف في الموقع? همسيكها من فوق بقى سيخين. اه همسيكها من فوق. فبنحط سيخين مين عندنا زياد? لتسبيت الكن. فاي عشرة بقى صحيح? اقل لحاجة اقل لحاجة اللي موجودة في مقافية اتناشر. اقل لحاجة. لانهم لهم شو لازم اصر. واللي عملته هنا هيعمله هنا. السؤال بقى. ده لو عندي كاميرا او لو عندي سيلندريكل. طب لو كان السيلندريكل دي ما فيهاش كاميرا اصلا. يعني عاملة كده. سيكتور بس. وعطاعة جده. اعملي بقى. ومش هنا عندي دايفرام اصلا لو انا بيملس. لو انت بيملس ما هنا برضو في دايفرام. انا باتكلم دلوقتي على الحليب بتاع ده. البيم اكشن. هدي البيم اكشن كما احطوناها في الكاميرا. يعني في كاميرا. هنا اعمل ايه? بص. ممكن اسمهم. ايه? ببعا. على كل يس ايه. اقول لي ايه? اسمهم يعني يعني. بص بص انا اعمل ايه? بنيجي على الحتة اللي ما فيهاش كاميرا دي وبنيجي هنا بنقفلش كده. دا كده غلص. المنظر دا كده غلص. ومال بنقفلها ازاي? بص القافلة كده. باجي هنا بس ماندس. وهم جاي يقافل دي بخط مستقيم من تحت كده. كده. دي مش كاميرا. تحتة من السيلندير كال برضو. ونفس الكلام هن. بعمل لها زي سقود بس سقود صغير. مش زي كاميرا سقود كبير كده. وبعد كده باجي ايه دا حطي كانا عاملة كده. سيبها منحارف كده. وبعدين تروح ترس الحديد جوه كده سيبها منحارف بقى. ستاشر بتوعك. طيب بقى ازانها فيهم لحد ما ترسل. طب العرض دا كامل. برضو. البي او. يعني هو اول متين ميلي. يعني بالاخر بخلق حتة. للكاميرا اكناها شبها الكاميرا بس مش بتقود كبير. تقود صغير اوش ما يبانش اصل. بس اقام حاجة ان يبقى عرضو كامل. بتم لي واعمل كده شبه منحارف جواه. وارس الاسياج. طعبة كده. طب في البلان يا هندسة. في البلان. هيبقوا الخطين دول مش الكاميرا. هيبقوا الخطين دول بتوع الحتين دول. فهيترسم نفس البلان بالظبط. بس مش كاميرا بقى. تمام? يعني هو نفس الرسمة تحت البلان. مش لصير في حاجة. سيقام يا جماعة? طبعا دا سمعت ليش. في الحديد ده. انا هقطعه زي ما انت عمل كده? لا. اتقاذك في الموقع يعني? لا. في الرسمة. اه في الرسمة اتقطعه كده. طبعا. منظر بس انكيش. طبعا. اصلا الحديد ده مفروض يتواصل. المسابة دي 21 متر. فالحديد ده بتواصل في اي حتة. او بنقرب بقدر الامكان يتواصل قريب من الديفراف. بقدر الامكان. لايه المنطقة اللي فيها زيرو مومنت او قريب من زيرو مومنت. طب دايبا شوانتس بالنسبة لمن؟ الحديد الرئيسي. ناقص مين بقى? في الاليفيشن بيبان حديد القرش اكشن كمان. اللي هو الحديد ده. الحديد العلو ده. والسفل بتاعه. دول كده. طب ته الحديد الموازي للقرش. قلت لك ان القرش اكشن شبكة. يعني فيه اسياق بالاتجاه الثاني. بترص ازاي. المسابة دي صغيرة قوي. فبنرص الاسياق دي استجرد. يعني استجرد. يعني اسياق متقابلة البعض. ده كده. تيخ هنا. والسيخ اللي فوق مش قدامه. وبعدها السجر اللي تحت مش قدامه. وبعدها اللي فوق مش قدامه وهكذا. كل تيخ كده. فبنسمي الحرقة دي استجرد. من رسطها امتى لو هنعمل شبكتين في صمكه قليل. وانا عملناها بالجاهة في القرش سلاب. نعم. وبتفرد الحديد ده هنا. خمسة فاية عصر. ويبقى ده اللي فيجن بتاعه. يبقى ده يا شباب. وده اللي فيجن. بيترسموا الاتنين في الامتحان. حد عنده مش كيف ده. دكتور بلاء. نعرفش. ما لسه واتلاقي بيتأخر شوية حيب حيب حلوية. طيب يبقى حد بس يكون متابع لما يبدأ اوحاد يقول. اللي يعني عن احدى نحظ الله. بس يا حبيب. يا امتي بتتسجل على المشكلة ان انا وراها ماتش الساعة تسعة. ماتش كورة هيكون ماتش تنس. مرح يا عمال الله. بس عم سيبوا يزوق يزوق. اخويا في عشب. اللي بش دواب وكلب. اخويا مين بقى? اخويا انت خلت بقى اخويا خالص. نكمل بقى. نكمل بقى. مسألة ثاني. كان خلصت مسألة وانا عفكر. خالص. صممت ورسمت تسليح وخلصت. في بقى سوية افكار بتيجي في السلندير كسب الامتحان. انت سرعة بقى بقى لقى رسمة كده وزودت بيه. حاضر. انا كنت رسمة بيه اصلا للسلال اللي بات. مسألة اثنين. يقول لك مطلوب انك تعمل كبر لهو. الوثبايمد. الوثبايمد. سيلندرجال. كلام مطلوب انه احطان في السلال اللي. طبعا انه هو رسم اصلا. المفروض كان ده سلال اللي. وده سلال اللي. بس. يعني هو كان جايب في الامتحان. المنظر عامل كده. كده. وكان عامل آخر حتة دي منها قطع وكان بيقوله ان الاعمدة متاحة على السولد لاين قل مبدئيا اكترح يلا هو عايز يستخدم سيلندرقل سيل ويس بيم هعمل ايه ده الطول ده 21 والطول ده 35 على فكرة نفس مسألتنا اللي فات فهعمل ايه يا رئيس هعمل ايه دايفرام وهنا دايفرام لاني متاح لاني حط عمدان هنا على السولد لاين ومتاح لاني حط عمدان هنا هل متاح انك تعمل دايفرام هنا لا لان دايفرام محتاج عمدان وهو بيقولك مفيش عمدان على الخط المنقر وبعد كده السيلندرقل هترسل ازاي دايفرام السيلندرقل بترسل على الاتجاه الطويل يعني السيلندرقل بتاعتك تبقى عاملة كده دي السيلندرقل ايه وامتده الجو وبعد كده السيلندرقل اللي بعدها واللي بعدها واكده سيبقى عاملة كده السيلندرقل دي السيلندرقل دي السيلندرقل دي السيلندرقل دي السيلندرقل بيكونتليفرام دي الفرق بينها وبين المسألة اللي فاته طب تعاكد يا باشمهندس ديوب فرق بفرق فيه اول خط نفس المسألة اللي فاتت بالظبط لأن السيلندريكال اللزبان بتاعها بكام 21 متر طب وكانت ليفر لكنك مش شايف يعني يا باشمهندس الاتش بتاعتك ب21 على 10 اللزبان على 10 هتقول اللزبان بتاعك ما فيه 21 وفيه 5 لا ما الناس دعوا بالكامت ليفر لكنه مش موجود قال ليه دعوا باللزبان بس لو من الدايفرام للدايفرام فتلاقي حتى الرقم ده نفس المسألة اللي فاتت فالكونكريت دايمنشان بتاعتك اللي جاية كلها نفس المسألة اللي فاتت بالظبط الخطوة التانية حساب الأحمد طالبها بكونكريت دايمنشان فرقتش فحساب الأحمد مش هيفرق في حاجة فهو نفس المسألة اللي فات بس أكيد هتزود ولا هو هيبقى نفسه يعني الكابولي مش هيختلف معه مثلا في زيادة الحملة ولا هو هيبقى هو لا هيفرق في الخطوة اللي جاية دي الحملة هيفرق في كابولي كده كده انت بتاخد سيلندريكا نشيل واحد ونجيب عليها الأحمد هيفرق بقى في الخطوة اللي جاية الستاتيكال سيستم بقى عامل ازاي دي بقى اللي هتفرق المرة اللي فاتت كان دايفرام ودايفرام فقلنا الستاتيكال سيستم بتاعنا سيمبل ومال المرة دي دايفرام ودايفرام وحتة كمان ممتدة لآخر فالستاتيكال سيستم بتاعك سيمبل بيكانت ليفر وعليه الحمل اللي انت حسبت من المساعدة اللي فات ولو عايز ترسم العزم فالعزم بتاعك هنا سالب وهنا موجب هذا كده العزم بتاع البيم اكشن لانه سيمبل بيكانت ليفر اسألك بقى سواء اما اجا صمم البيم اكشن اصمم السيكشن الموجب ولا صمم السيكشن السالب اصمم السيكشنين يعني في الامتحال لو جد لما بتقالها زي دي تعدت الغزبنا عنا هتروح تصمم السيكشن رقم واحد وهتصمم السيكشن رقم اتنين تاخد العزم في السيكشن رقم واحد تصممه وتاخد العزم في السيكشن رقم اتنين اللي هو السالب وتصممه المفروض ان حديده واحد بس هو اللي بيمشي يا باشماندس نعم المفروض ان حديده واحد بس هو اللي بيمشي انه باهد علي ده هيبقى في مكان وده في مكان تاني هتشوف دلوقت ايه ده ساعة سانية بقى السترينج أبشان خلاص حسابته، هحسب الحديد بتاع السيفشن رقم واحد، وحسب الحديد بتاع السيفشن رقم اثنين، الخطوات اللي باقي كلها هي هيها، ما عادة خطوة أحد، ومش مكتوبة عندك في البيدي اف، زودها دي، خطوة اللي تشيك، باكلينج، دكتور دخل المحاضرة عليك، تجد والله؟ والله أول مرة يجي بدري، معركش ايدي بيحصل ده، يا جماعة، ماشي، براس روح المحاضرة ستوادي، كمّل إبطارك؟ إنه بيخلينا عدل شوية، إنه، بص يا حبيب يادنا روح، هترم بنفس، هتكمل، هتنتظر بقى مع مناديب، هتشوف بقى مع المحاضرة تاني، أنا عادي محتاج ربع ساعة يعني بس كتير، تواصل مع سلمي عشان السيد بيصيف، ما عادي، السيف اللي هو، آه، الله يبرد، ما أكلمكم بقى، ما شاء الله روح المحاضرة بس عشان ما اتلخروش، ما شاء الله، محاضرة يتخلصانا، لو حاجة تانية كان زالنا دولة مكملين، أنا عادي، لا لا عادي، والله، شكرا، 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 واقف التذكير بابا، شكرا، آه، نعم، شكرا،